مرحبا يسعد لي صباحكم كلاوقاتكم متابعيني الكرام وبتمنى تكونوا بألف خير وصفتنا اليوم أيسي كريم بمكوينين بس وبأربع نكهات وبطريقة كتير سهلة وسريعة التحضير وبطعم أكتر من رائع ومنعيشة وبتبلل القلب وخاصة بها الصيف المقادير كتير بسيطة هلأ بتلاقوها على الشاشة وتلاقوها كمان بصندوق الوصف وإضافة النكهات تابعوا معي بالفيديو حتى تشوفوا كيف ونضيفها وهلأ أول مرحلة بنحتاج لـ 500 جرام كريمة خفق بتعادل كوبين مقاس ومنحط الكريمة بالخفاق أو لازم تكون الكريمة كتير بردة وممكن تستخدموا الكريمة البودرة اللي هي دريمويب أو شانتي بس لازم تقللوا من كمية الحليب وقت الخفق وتحطوا نص الكمية ومنخفق على سرع عالية حتى يتضاعف حجمة وهيك صارت تمام وصارت منماسكة وبعدين نحتاج لعلبة حليب مكسف وحلى وزن العلبة 395 جرام بتعادلكوب مقاس مليان ومنحط العلبة كلها فوق الكريمة واللي مو متوفر عنده حليب مكسف ممكن تعملوا بالبيت راح حطلكم طريقته بصندوق الوصف ومنخفق لمدة دقيقة وحدة وما منبالغ بالخفق وهيك الايسي كريم صار جاهز لاحظ القوام عن جد كتير روعة وبعدين منبدأ باضافة النكهات ومناخد ربع خليط الكريمة ومنحتاج لـ 200 جرام فراولة تازة او مجمدة ويفضل تستخدموا التازة واذا استخدمتم الفراولة المجمدة نزلوها قبل نصف عامل الفريزر حتي يفك عننا التلج ومنطحنها كتير منيح وممكن تطحنوها كمان بخلاط الكوكتيل وبعدين منحط الفراولة المطحونة فوق خليط الكريمة ولحظوا كمية الفراولة بتعادل تلت كمية الكريمة يعني منحط تلتان كريمة وتلت فراولة ومنخلط كتير منيح وهيك روعة وبعدين منحطها بعلب ومنهز العلبة شوي وهيك النكهة الاولى صارت جاهزة ومنحضر النكهة التانية ومنحط كمية من خليط الكريمة ومنحتاج كمان لميتان جرام منجا تازة او مفرزة ومنطحن المنجا كتير منيح ومنحط المنجا للخليط ومنقلب حتى تنخلط بشكل جيد لحظوا اللون بيطلع كتير حلو بدون اضافة اي ملوينات ومنحطها بحافظة او اي علبة متوفرة عنكن وطبعا ممكن تعملوا اي نوع فواكه انتو بتحبوه ومنهزة شوي وهيك النكهة التانية صارت جاهزة ومنحضر النكهة التالتة ومنحط كمية من خليط الكريمة ومنضيف عليه ملعقة صغيرة فانيليا وملعقتين كبار لازم حمص ومطحون طبعا هذا اختياري ممكن تستغنوا عنه بس اضافته بتاعتي نكهة كتير طيبة ومنخلط كتير منيح ومنحطها بالحافظة ومنهزة العلبة شوي ومنرش شوي من اللوزة المحمص على الوش وخيك النكهة التالتة صارت جاهزة ومنحضر النكهة الرابعة ومنحط الربع الاخير من خليط الكريمة ومنضيف عليه ملعقة وملعتين كبار من الكاكاو السادة وشوي من حبيبات الشوكولات اختيارية وشوي كمان من البندق المكسر كمان اختياري ومنخلط كتير منيح وهيك تمام ومنحطها بالعلبة ومنهزة العلبة شوي ومنرش على الوش شوي من حبيبات الشوكولات وشوي كمان من قطع البندق وهيك روعة والنكهات الاربع عندي صاروا جاهزين ونغطيهم كتير منيح ومنحطهم بالفريزر لتاني يوم وباليوم التاني بعد ما تجمدوا بشكل كتير منيح نسكمهم مباشرة حتى ما يدوبوا ومنحطهم باطباء التقديم لحظوا قوام البوزة او الايس كريم عن جد كتير روعة وكل النكهات كتير كتير طيبة وطبعا ممكن تغيروا بالنكهات وتعملوا على زقن وممكن تحطوا فستو او كريم كراميل او لوتوس كله بيصير وكله بيطلع كتير طيب وعن جد ايس كريم بياخد العقل وكتير كتير طيب وناجح مليون بالمية وبنصحكم نجربوه ومنزين بشوية بندق او شوكولات طبعا بتزين حسب الرغبة وبيتقدموا صحة والف عفية وهيك خلص الفيديو لليوم بتمنى يكون عجبكم وبشكركم كتير على حسن المتابعة ولا تنسوني من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وبشوفكم في فيديو جديد يلا باي باي